شكراً على الاستضافة والريد أن نوضح الموضوع كان لتصريح السيد مقتدد صدر الأثر الفعال في هزة متراجعة في السوق صوروا أنه رح يصير تخفيض بالأسعار وبالتالي صار حلع لدى محتفظي الدولار بعرض الدولار والمضاربين دخلوا بإشاعات فصار هذا التذبذب اللي موجود لكن تصريح السيد محافظ البنك المركزي بعد مقابلته في البرلمان وتأكيد البنك المركزي على أنه لا مجال لتغيير السعر الصرف أعتقد أنه خلال اليومين القادمين رح ترجع الأسعار إلى طبيعتها اللي كانت وتداولة قبل تصريح السيد مقتدد صدر السوق العراقي خصوصا سوق العملة الأجنبية سوق هش فبالتالي أي تأشير سياسي أو أي تأشير أمني ينعكس على السوق لذلك كانت تصريحات السيد الصدر هي المحرك في تقليل الثقة من المتعاملين في استقرار سعر الصرف لذلك انعكست على المتعاملين والهلع اللي صار عند المحتفظين بالدولار في عرض الدولار أيضا أدى إلى موضوع تذبذب السعر مع مع تقديري للرأي الدكتور محمود داغر أستاذنا الكريم التأثير وزير المالية في سعر الصرف أقل من تأثير البنك المركزي في سعر الصرف فبالتالي تناغم البنك المركزي مع وزارة المالية يؤدي إلى الاستقرار عدم حضور السيد وزير المالية في مجلس النواب وحضور المحافظة البنك المركزي هذا الموقف السياسي نعكس على المتعاملين أصبح خوفا باعتبار أن وزارة المالية هي المموم للدولار للبنك المركزي فصار عدم يقين من المتعاملين أنه راح يستمر وزارة المالية في بيع الدولار للبنك المركزي إذا تسمح لي شوي أتوسع بالموضوع في 11-12-2017 لما تقرر تغيير سعر الصرف كان التصريح الرسمي الموجود أنه بعد المداول بين مزارة المالية والبنك المركزي وموافقة الكتل السياسية على التغيير وموافقة مجلس النواب تأخذ القرار في اعتماد سعر الصرف 1450 مقل 12-118 فإذا كان هناك موجود باعتقاده لم يجبر السيد وزير المالية محافظة البنك المركزي على تغيير سعر الصرف إنما لو نرجع قبل أربعة شهر من قرار التغيير كانت هناك مداولات مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي وكان الاتجاه الموجود أنه ضغوطات صندوق النقد الدولي على تغيير هيكلية أسعار العملة الأجنبية والتصرف بها هذه المداولات ونتيجة الظروف التي مرت في العراق بعد حزيران 2019 أدت إلى الضغط على وزارة المالية والبنك المركزي في تغيير سعر الصرف نحن يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار ما هي الأسباب التي أدت بوزارة المالية والبنك المركزي لتغيير سعر الصرف انخفاض سعر النفط التغيرات الموجودة بالاقتصاد العراقي والتشوهات الموجودة قلة الموارد ضغط الميزانية أدى إلى أن وزير المالية احتياط النقدي هو كل الذي أثر على احتياط النقدي أدى لأنه خفض الاحتياط النقدي من الستين إلى الثمانية وثلاثين مليار فبالتالي أدى أنه يعكس الحالة الموجودة أنه لا يستطيع دفع الرواتب بعد ثلاثة شهر أو أربعة شهر من حزيران لا يوجد حل سريع لتلافي هذا الانهيار إلا بتخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي وبعد المداولات لا يمكن القرار 100% بدون مداولات مع صندوق النقدي الدولي لا يمكن بالظرف الحالي أن نرجع إلى السعر السابق لا يمكن تغيير سعر الصرف بوتي بسبب أنه إحنا الآن ما عدنا ميزانية 2022 فبالتالي إذا نصرف 1 على 12 من ميزانية 21 ميزانية 21 مبنية على سعر ألف أربعمائة وخمسين فبالتالي إذا أريد يتغير سعر الصرف فمعناه لازم يعدل في ميزانية 2021 مجلس نواب لحد الآن ما سووا اللي جان مالتا اللي تكملت حتى الحكومة تصريف أعمال إحنا عدنا مشاكل سياسية لتنعكس على اللي موجود رئيس جمهورية ما عدنا حكومة تصريف أعمال هذا قرار مثل ما يقولون من التغذيه بناء على معطيات موجودة عدهم فيفترض أن يشرحون أوضحون للمتعاملين أسباب جمود سعر الصرف لثلاث سنوات ما هي الظروف اللي متوقعية الناس أو المؤشرات سعر النفط مثل ما يقولون ده يأخذ بالارتفاع والمعدلات اللي موجودة لسنة 2021 و23 تأشر ما بين 75 إلى 90 للبرميل السيد رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور هيثم الجبوري في مقابلة تلفزيونية أول البارحة في إحدى المحطات التلفزيونية قال حتى إذا وصل سعر صرف سعر البرميل 80 دولار لا يمكن تغطية عجز 2019 عجز لأنه الميزانية مبنية على عجز 27 مليار بالتالي الزيادة اللي تيجي ما بين سعر المقرر اللي موجود ما تكفي لتغطية هالعجز بالميزان